بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول Register Transfer and Micro Operations هذا الدرس بعنوان Arithmetic Hardware Implementation وفيه نتحدث عن الدوائر المنطقية التي نحتاجها لتنفيذ بعض العمليات الحسابية في الحاسب نتحدث عن الدوائر التالية الدائرة المنطقية الأولى 4-bit binary adder وهي الدائرة المنطقية التي تستطيع أن تجمع رقمين ثنائيين في كل منهما 4 bits الدائرة الثانية هي 4-bit binary adder subtractor وهي الدائرة التي بإمكانها إما أن تجمع رقمين ثنائيين في كل منهما 4 bits أو أن تطرح أحدهما من الآخر الدائرة الثالثة هي 4-bit binary incremental وهذه الدائرة هي التي تستطيع أن تزيد قيمة الرقم الثنائي الذي فيه 4-bit بواحد نبدأ بدائرة 4-bit binary adder كما نلاحظ في الرسم تتكون هذه الدائرة في الأصل من عدد عدد 4 full adders هذا full adder 0 full adder 1 full adder 2 full adder 3 وبما أن full adder هو العنصر الأساسي بهذه الدائرة المنطقية نتحدث قليلا عن full adder كما نعرف الفل adder هو دائرة منطقية لها ثلاث مداخل مدخلين لإدخال الأرغام السنائية المراد جمعها ومدخل ثالث يستقبل المحمول السابق ونسميه carry in ولها مخرجين مخرج يعطينا ناتجة جم يسمى sum أو s ومخرج يعطينا المحمول النهاي يسميه see out هذه هي دائرة full adder التي تتكرر داخل الدائرة المنطقية لجمع 4-bit binary numbers يجب أن ننتبه إلى ثلاث أشياء رئيسية عندما نتحدث عن دوائر جمع الأرقام السنائية أولا بالنسبة لل full adder 0 إذا لاحظت معي هذه هي المداخل الثلاث هذا المدخل الأول هذا المدخل الثاني وهذا المدخل الثالث هذا كأنه يعادل see in أما المخرجين فهما s0 هذا وهذا المخرج الذي يمثل see out يجب أن نلاحظ أننا في تصميم دوائر الجمع أو binary adders يجب أن نراعي الآتي أولا وكما نلاحظ في يمين الرسم see in الأولية لل full adder 0 يجب أن توصل بالأرض should be ground يعني يجب أن نساوي هذا الدخل بالصفر حتى لا يؤثر في ناتج الجمع النهائي الشيء الثاني يجب أن نوصل see out من full adder إلى اليمين مع see in للfull adder الذي إلى يساره وكما نلاحظ see out التي قلنا أنها تخرج من full adder 0 توصل مع see in للfull adder 1 وهكذا بالنسبة لباقي الفول adders والشيء الثالث المهم يجب أن نعرف أن عدد الفول adder التي تتكرر في دائرة الجامع دائما تساوي عدد البيتس الموجودة في الأرقام الثنائية المراد جمعها وبما أن هذه الدائرة هي 4 bit binary adder كما ذكرنا في العنوان نجد هناك 4 full adder وإذا كنا نريد أن نجمع 6 bit أو 8 bits فإننا نكرر full adder بعدد البيتس الآن في الرسم الرغم الثنائي الأول نرمز له بA ويتكون من 4 bits ترتيبها A3, A2, A1, A0 ونفس الشيء للرغم الثنائي B ويتكون من 4 bits ترتيبها B3, B2, B1, B0 نفرض أن هذا الرقم A كان يساوي 1, 0, 1, 0 وأن هذا الرقم السنائي B كان يساوي 0, 0, 1, 0 كيف نجمع هذين الرقمين باستخدام هذه الدائرة؟ هذا الصفر والصف في الخانة الأولى هما اللذان يأتيان إلى full adder الأول والواحد والواحد التاليان هما اللذان يأتيان إلى full adder الثاني وهكذا وإن كان هناك محمول من ناتج جمع خانة من الخانات فيذهب إلى الخانة الثانية عن طريقة التوصيل التي ذكرناها cout يذهب يصبح cn في كل خانة من الخانات وناتج جمع هذين الرقمين يأتي لنا بالنتيجة التالية نجمعهما أولا هذا الرقم الأول 1, 0, 1, 0 هذا الرقم الثاني 0, 0, 1, 0 إذا جمعنا جمع هناك عادي 0, 0, 0, 1, 1 ب2 وهي 0, 1 إذا نضع الصفر ونحمل الواحد 1, 0, 0 هي 1 1, 0 هي 1 وليس هناك محمول نهايي إذا نضع الصفر هذا هو الناتج وهذا الناتج سنراه في مخارج الدائرة الكاملة بنفس الترتيب أي أن S0 هي 0 S1 هي 0 S2 هي 1 S3 هي 1 والمحمول النهايي C4 وهو Cout في هذه الحالة هو صفر إذن الناتج النهايي هو صفر واحد واحد صفر صفر وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر